اشتركوا في القناة اتصلوا بينا ومتعملوش الاشهار اللي من يجي كان بتصب حضرتك شخصيا كان بتصب حضرتك او عضو في اللجنة يقولولو كلامك او موظف او انا او حضرتك فلانة جات لكم طيب جات ولا مجاتش طيب مين اللي كانوا جايين معاها شهود لان احنا كنا بنطلب ثلاث صور للمشهر صورة البطاقة بنطلب اتنين شهود معاهم صور البطاقة بتاعتهم صور ولا الاصل لا الاصل نشوفه اه انما هتستلم صور لكن بناخد صور ونخليها عندنا طيب ضبطة من الدولة بقى ليه مش عايز فلانة دي تشهر اسلاما طبعا انت كنت بتختلق لها سبب وبتشهرش اسلاما حسب ما هم قالوا لك لا هو احنا حقيقي يعني كنت بتنفذ الكلام يعني مش معقول كنت بتطرف كامل ازمة يعني حاضر 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 تمنتاشر سنة واليوم الواحد من التسعتاشر تعالف اه يعني صاب عيد بلادك تعالي ايوه فكان دي بيبقى ايه اه خرجنا علشان طبعا لاتش بقى جاتلك واحدة مشفية خمسة وعشرين سنة اه ورقها جاهز يعني عايزة تسلم وامن الدولة قالك لأ مش ما تشيرش اسلام كنت بتنصرف ازاي اه كنا بنتصل بيهم تاني اه تعالوا الحقونة لا مش تعالوا الحقونة باس دلوقتي احنا ما نقدرش نشيل زنباه اه فنعمل ايه دلوقتي واحدة جاية با ونسبت زنباه مولانا انا هسألها السؤال معلشها قطعك في الجزء ده قطعك هو المسلم اللي ياخد اشهار من حضرتك المسلم ولا ده المسلم بينه وبين ربنا هو بينه وبين ربنا بنطقل الشهادتين حتى لو محدش سمعه اه بينه وبين ربنا بقى مسلم مش كده عندي ربنا دي وثيقة مدنية يعني لكن دي مش وثيقة لدخول الجنة دي وثيقة مدنية حاضر حاضر حضرتك اسبر علي لذا العكس ده تقول بالك مشير اعجابي والله يا مولاني لكن الشهادة دي اولا اه لو مات هيدفن في مقابر المسلمين لما تكون معايا الشهادة هيدفن في مقابر المسلمين بيها دي حاجة ودي تفرق في الاخرة تفرق في الاخرة لا طيب هو في الاخرة حسابه ربنا اللي بيحاسب الناس على سرائرهم الزواهر ربنا سابها لنا صح لو عندها مراس وهي اشهرت اسلامها اهل ملتين ما يتورسوش لو هي لها مراس مش هتاخد مراس باشهرها اسلامها حرمت على زوجها النصراني كل ما يتوافق علي بقى من امور دينية لما كنت بتقول بقى للظابط ما قدرش يستحمل زنبها اتحمل وزرها ان انا ارفض اشارة فكان تقول له ايه يعني السيدة التي طالبت مواحس امن الدولة بقى لا تشهر اسلام قال لا تعلن هذا الاشار نعم فاذا بحضرتك تجد انه يعني هذه السيدة مكتملة الشروط ومن ثم لا تستطيع ان تتحمل وزرها ان تمنعها ان اشار اسلامها وازاي بتقول ايه الامن الدولة سعيدة اقول له انا ما اقدرش ان انا ما تجيني شروطها كاملة وامشيح يقول لي يقول ما عندنا الشهادات اقول له تب ما هتجيني بكرة وابكرة ما جيش بقى الشغل اللي اقول لك كمبيوتر عطلة يعني وبعد بكرة بعضهم كان قبل ما ييجي الكمبيوتر لان الكمبيوتر جاي لنا متاخر كنا بنكتب يعني انا اذكر حادثة في يوم الاحد بنفتح اللجنة وقعدت فلقيت واحدة لبسة نقاب ودخلت وبعدين شوية انا مش واخد بالي من انا داخل من برة مش واخد بالي من الجامع دخلت لقيت واحدة دخلت وراها واحدة ستة كبيرة من سعيدية ودخلت وراها وبعدين لقيت اتنين رجالة دخلين وسمعت سويت جوه فانا فكرت ان جوه حد داخل من الجماعة اللي يقولوا راكبهم عفريت ومش عارف ايه والجماعة دول دخلين للاجنة جوه علشان يقولوا حاجة من كده فقلت يا فتاح يا عليم استباحنا بقى بالعفريت عالصب طبعا بيجي لك ناس بمركوبة عفريت وملبوس عفريت اه يجوا عاوزين علاج نقول لهم طبعا ما عندناش احنا بنيدي فتاوة اما شغل السحر والدجل والكلام ده مش عندنا اشهر عفريتهم فكل طبعا ما يردشني اه طب نروح فين حرام عليكو اتقوا ربنا فينا فانت كنت حاسب الزحمة دي الناس اللي جايين عايزين يشيلوا العفريت اللي بشان عندهم حاجة من زي كده فقمت دخلت اشوف ايه لان انا المسؤول عن اللجنة اي حاجة تحصل فيها طبع مسئوليتي انا طبع فارحت داخل لقيت المنقبة ديا والست بقى بتشيل النقاب من على وشها وبتخنقها وعاوزة تموتها وكم واحد رجالة كده داخلين وراها يمنعوها عن القتلة لا مش يمنعوها ده كمان اه ده اتالي الجامع محاصر من يوم الخميس جم يوم الخميس على ان البنت هتيجي فمجاتش فيوم الجمعة مفيش لجنة يوم السبت اجازة برضا اه هutar ما سدقهم يوم الحد بقى اها داخلت اقتحموا داخلين وراها لي ajuda عائلتها المسيحية يعني ايوان طب اعمل ايه هتحصل جريمة في اللاجنة جوة يموتوا البنت طيب أروح فين تبلغ البوليس رحت متصل بأمن الدولة برطة مش البوليس مش اسم الجمالية أصل الحاجات دي ما ينفعش فار بوليس لازم أمن الدولة على طول ليه الفرق بينهم من اتنين أمن الدولة بيتخذ حل سريع في الحاجات اللي زيديا لأن حيحصل اشتباك بين مسلمين ونصارى وأنا مش عاوزت يحصل المشكلة زي كده تتعارف في الأول أن أمن الدولة تحل أما خلاص بس عامل الأمن الوطن هجي لك الأمن الوطن يطلبه في اللجنة يجي الأمن الوطن يفك بين الأم المسيحية وإبنته ربنا هيزطر بسيطت بقيت الأمنين جايين راحوا داخلين أشهرت إسلامها أشهرت إسلامها قلت له لا لسه الموظف ما وصلش فقال لي أنت مستني الموظف ليه هم هوا اللي حيكتب لها الشهادة قال لي اكتبها أنت وخلص هم قلت له اكتبها أنا وخلص إزاي يعني هم قال لي اكتب الشهادة وخلصني خليني أمشي هم أنت يا بنت حد يضغط عليكي هم قالوا لأ حد أكبرك حد جابك هنا غزبا عنك هم قالوا لأ قال خلاص يعمل لها شهادة إشهار هم والأم فين والعيلة بقى أولا لما هم داخلوا بقى الزوالتنين بتاع الجمالية وبتاع الدرب الأحمر هم شافوا كده وشافوا أمن الدولة جم وزباط وكده راحوا إيه هم جاي من الصعيد يا مولانا ولا كاي جاي من إين لله هم جاي من الصعيد أه فإيه راحوا وقفين راح آآ ما خليها مضت على الشهادة هم وخلت الشهادة وراح إيه إركبي راح يتركبها وانت تعالي فين أمها أهي أبوها أهو راحوا أخدهم الاتنين هم ومع البنت وراحوا أخدهم وقلت الحمد لله هم هم اشهر ونزاح هم منزاحه الله علماء لأن حقيقة آآ البنات بالذات كنت بخاف من إشهرهم جدا ليه بقى يا فندم دايما بييجي من وراهم مشاكل دايما ده مش مشاكل مشاكل إيه ده بقى مصايب مش مشاكل بس آآ ده دلوقتي بقى كبرت وبقى مصايب لكن ساعتها بيجي من وراهم مشاكل بيجي من وراهم مشاكل يعني أبص ألاقي واحد جاييني آآ والله أنا عاوز أعرف فلانة دي أن أشهرت إسلامها ولا لا ده الأب أو الأخ أو الزوج أنت تبقى لها إيه آآ أنا من بلدهم لأ من بلدهم مش ماركش داعوا والصلاة أبوها وابنها وأخوها وجايين اللي بقى عاملين ليه هيصة في اللجن آآ عاوز إيه يا سيدي آآ دي أشهرت إسلامها ولا لا آآ فكنا نضطر إن إحنا نمسك بقى الدفتر ما كانش عندنا كمبيوتر ونضار على أسماء ونقعد ندور فعلا يا كانت في اللوقات متاحة آآ مش بالسرية المعلومة نا أصلا واحد جاي واحد جاي عاوز يعرف بنته مم ما قدرش أمنعه من بنته مم أقول له أشهرت يوم كذا طب ليه ما ليه ما لوحدة هي بتعلن إسلامها لا يؤخذ يعني معارفها أو علم الأهلاف إيه المانع في ده ليه لازم يبقى سري ويعني مش في حاجة في القاعدة الشرعية كنا نضرق المفسدة مقدم على جلب المنفعة يعني إذا كان إشهار هذا الإسلام الآن لا إكبار ولا إكراه ولا يعاج ومن حقا أن نتوش الإسلام صحيح أنا مميحة